لم يجد الشاب محمد فاضل فرصة للتعين في القطاع الحكومي مع مضي عشر سنوات على أتمام دراسته ما دفعه للتفكير في مشروع مميز ينفرد فيه محل البقالة هذا ليس عادياً كما يبدو للوهلة الأولى فهو يعتمد بدرجة كبيرة على بيع الفواكه النادرة المستوردة من عدد كبير من دول العالم أنا بدايتي شدت أشتغل بالسوق البسطية تقريباً تلصواني خوش مروا سنة الحمد لله والشكر بعدما خلص الدراسة شدت أشتغل وأدرس والحمد لله والشكر خلصنا جامعة تقنية وسطة والحمد لله والشكر فظليت بهذه المهنة ولا أتحاول أعيش بها روحي المهم بعد إحنا شوية تعرف الوضع بالبلد أجيب شي محد جايبه قمت أجيب فاكهة ما مطروقه قمت أجيب شون نتميز بيه شون أنا اليوم أتميز بيه عن المحلات أنا اليوم بضعتي معروفة وكل مناطق الكوت قمت أجيب فواكه نادرة أو فواكه سموهم فواكه الاستواية اتطورت به هذا الشي ومحد يعني شون ما تقول محد ما يشتغل بيه الحمد لله وفضل الله أن الواحد الأول بالكوت هان الي أجيبه ومحد طارق هذا المشروع الزبائن ودعمها مشروع محمد فهو قد لبى احتياجات لم تكن موجودة في مدينة الكوت في السابق كما أنها أمتاز بأسلوب محبب جعلهم لا يرغبون بالتسوق إلا من قلت لك أنا بضاعة مموجودة وقاعد نتردد عليه يعني هالمسواك شيء مسواك حاجة نظيفة وحلوة هو الشيء خلص مقدم هنا إذا تتعلم أحفظ هنا مموجود بس محمد الله مقدم موجود عسا بالحالي بس محمد الله وسباق محمد الله مهم مموجود والله أستاذ محمد يعني هو من وجهاء المنطقة ولد شاب طموح واخلاق والعلم خريت كله هو وفتح هذا المشروع المشروع نجح بيجيه وخير من الله وإحنا من غير مناطق جاء نتسوق من عنده يعني عندنا سال مناطق نهب وغاية محلات ما نتسوق منه نجي منه محمد يعني عنده شغلات فواكه كل المحلات ما بيها بس هو عنده وزرع نظيف واخلاق العالم الحلوة وحتى كهاز توصيل عنده حتى مرات إحنا ما موجودين بالبيت من خابرة يجيبنا توصيل للبيت ويطمح محمد إلى توسيع عمله في المستقبل من خلال فتح فرع له في أكثر من مكان ومحاولة إضافة فواكه وخضروات نادرة جديدة إلى قائمة مبيعاته من محافظة واسط حسن الرسام قناة التغيير